الشغل مع الشيوخ صعب؟ لا بالعكس الشيخ محمد كلما اشتدت الأزمة ترى أكثر ثباثا معي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي أنا لما قالوا لي عندنا لقاء معي الفريق توقعت بنروح عندك البيت بس اليوم نحن في مكتبك نحن تتداوم متقاعد أنا ما تقاعد أنا ما شارت قاعد أنت ما تقاعد الله يطول عمر الشيخ محمد أنا لما مثلا تقدمت لشيخ محمد بحث سن يعني صالي فترة طويلة قاعد الشرطة قرابة تقريبا يعني 39 سنة قلت يا طول عمر يعني شو بديل أنا أرى يعني التجديد الآن ضروري بعد شهرين ونصر أرسلي رسالة وقال أنت بتكون نائب لرئيس الشرطة فبقيت على هذا الوضع ويعني مستمر بإذن الله يصعب علي أني يعني أقول لحق الشيخ محمد لأنني سمعتني يوم الأيام أنا كنت في الطائرة معه ومعنا الأخ بعد أيضا كان مصبح قال ضاحقته بك ضاعم قال أنت مصبح ما باتتقاعدوني لا تقاعدنا فالله طول عمر يعني هذا شيء من طيب الشيخ محمد وكرم أخلاقها يعني معزيبنا الله يعني يعني يبارك فيهم يعني الأخوة ما يفققونها ولا يعطون فيها يعني حق وباغ عنه ما تقول يعني يرعون ولا حقيقة يعني فيه شرط النبي يعني رجالة كفاكت كثر بفارس أنت اشتغلت في القيادة فترة طويلة وكنت قائد عام في عهد شيخ راشد الله يرحمه وفي عهد الشيخ مكتوم الله يرحمه وفي عهد الشيخ محمد براشد الحمد لله رب العالمين شو اللي اختلف عليك بينهم شو اللي فرق في الإدارات الشغل مع الشيوخ صعب لا بالعكس شوف الجميل في الشيوخنا أن يعني يعطونك فرصة تثبت إذا عندك قدر أنك تثبت إذا ما قدرت تثبت هذاك شيء آخر لكن إذا عندك إمكانية وعندك قدر على أنك تبدع تبقى مستمر النهج واحد يعني اللي اختلف فقط للفترة اللي فيها محمد بن راشد حقيقة وطيرة العمل فيها سريع للقاية إبداعي للقاية يعني فيها فكر إداري فكر قيادي حديث سابق لعصر الشيخ محمد شايف كيف فلما تشوف أنه يعني نعم الله يرحمه كانت عندنا مشاريع استراتيجية بعيدة في المدى لكن وطيرة يعني التنمية تمشي أنا بقول فوق العادي بس محمد بن راشد بما يسمى مسيرة بحرق المراحل يعني كيف حرق المراحل يعني ما يمكن أن ينجز في 45 سنة الله يطول عمره أنجزه في 15 سنة شو قصتك مع الإنجليز قائد شرطة دبي الإنجليزي لأن في البداية كانت قيادات الشرطة إنجليز في دبي قبل حتى بداية الاتحاد أنت كان عندك موقف ضد وجود الإنجليز في الشرطة لا لا يعني ليس بهذا الشكل بهذا المعنى لكن التوطين كان يعني من الأشياء الضرورية والحقيقة يعني حتى تكون صادق وياك جاكب رجلزي كان يعني آخر قائد شرطة إنجليزي كان توجهه في توطين الوظائف العليا بالمواطنين عنده يعني ما لكن عملية تقيير القادة المساعدين له كانت شوي فيها هذه يعني عنده نوع من التحفظ فيها يمكن لقلة يعني الخبرة مثل ما هو شوف مثلا في المواطنين بس الشيخ محمد ما سمح لهذا أنه يستمر وعين مواطنين في هذا في هذه المناصب بسرعة ومكن يعني مثلا يشوفوا اليوم مثلا التمكين يتكلمون عنه صحيح الآن في الجودة والممارسات في التخطيط الاستراتيجي وأن لابد أن يعني المواطن تم تمكينه بس كان لك موقف ضده الشيخ محمد هذا سواه في 1975 يم يم قيل قيادات الإنجليزية كلها دفعة واحدة بقادة مواطنين نعم وانت مسكت القيادة القيادة العامة في ثمانين صار بيني أنا وبين الإنجليزي وبين قايدة الشرطة في موقع حقيقة يعني قلت أنت مع الأسف القادي الإنجليزي اللي عندك عندهم بعض الأخطاء بس أنت إذا ارتكب الخطأ ضابط مواطن أعطيته عقوبة شديدة في حين يرتكبها الإنجليزي وما تعمل لأي أدنى مسائلة وقتها أنت كنت ملازم وهذا يعمل نوع من يعني البلبلة في القوة أنت قايد بين أربع جدران بين أربع حيطان فأنا كنت نقيب رقيب نقيب 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 فلما قلت أنت قايد بين أربع جدران خبط بإيد على الطاولة ونظهر لي قال لو أنت كنت عندي في لندن أنا فصلت كنت واقف قلت الحمد لله أني أنا في تبي عندي شيء خراحي المهم زعل علي ما خفت خبر عليك الشيء يوم شويت زعلان قلت له تسمح لي أنصرف قال فضل فرحة ما دخلت المكتبة أنا كنت مدير الشؤون إدارية عندما والماليين عشرة أيام كنت في اليوم أدخل ثلاث مرات عليه في المكتب عشرة أيام ما أدخل المكتبة ما يستدعيني وسافر إجازة شهرين بريطانيا ورجع وأنا من هذه الحركة التي قدرت أكثر يوم رجع السدعاني قال نقيب ضاحك نعم قال أنا شهرين قاعد تفكر في كلامك أنت صح يا الله أنا ليش قاعد أحميهم هذي وليش يعني دافع عنهم أدفع عليهم ولا أتخذ فيهم مجراءات أنا حاولت أقل نفسي أنك أنت قلطان أنت مقلطان صح ولهذا لما يعني جيت أنا قاعد عقب في الشرطة جعلت هذا الشخص مستشار يبقى في الشرطة يستمر في القيام هو استمر يعني وأن يكون تقاعد عنده من شرطة دبي لأن لأن الرجل كان صادخ وللأمان يعني لو واحد غيري ما ستكون عنده هذا يعني شوف الاعتراف بالخطأ فضيلة صحيح بفارس أنت جاك بريكس أنت تتكلم عنه كان كان لك موقف أيضا يعني قيل أن مع الفريق ضاحي هو اللي يحول نظرية الشرطة يعني كان في خط يعني أنت تغلط الشرطة عادي يعني ممكن تقول للشرطة غلطان أمام المواطن وهذا الشيء يمكن يقول لك يضاعف هيبة الشرطة أمام مواطنيين باهر عليك يعني متابع شيء من مقابلات يعني أحاول نعم شوف الشرطة ما كانت محبوبة في زمن ما صحيح يعني يومين نحب الآن نجيث أنا بلد حق الشرطة الوالد قال لي ما يشير أنت ولدي ونحنا عائلة معروفة كيف يصير في شرطة سمعت تموزين أوف ليش أنهم كان قساء للناس يعني أو لأن كان في 68 جاء قائد سمونه لوري مر كان يعني عنيف في تعامل مع الناس مع الجمهور وبالتالي يعني استخدم الشرطة بشكل سي يعني فالناس كشت منها أو الناس يعني شافت سلوبها غير جيد لذلك الشيخ راهد الله رحمه على طول استبدال بقاية جديد وجاء بداله جاك بركس المهم جاك هذا كان أفضل في تعامل مع الناس هو محترم كان يعني يذكر بالخير المهم أنت إذا ما تعامل الجمهور بشكل طيب فأنا قلت حق الوالد عندما قال لي يعني ما أدخل الشرطة لأن سمعتها مبزينة على طول بسرعة كطيب يعني هل نتفرج عليها وهي بهذا الشكل لماذا لا ندخل فيها ونقير من الداخل أنا كان عمري هذا كل وقت ثم طحي رحام والله لا قرأت قبل ذلك شيء مثل هل الفكر في كتاب ولا شيء ولكن بديهة حتى أنا أجد مخرج في الحوار للوالد يقنع بالحج بالحج فسكت برها وقال لي هذا التفكير عندك قتنع قال توكل على الله روح ودخلت الشرطة دخلت الشرطة فدخلت هنا عندي هدف فعلا يعني ولهذا اليوم أنصح كل أبناي وكل من يسمعني من الجال الشاب يجب أن يكون لك وانت في الثروي هدف في هياتك سجله أنا يمكن نتيجة لحوار لكن هذا الهدف كان عندي لما سمعت الوالد يقول أن سمعت الشرطة مو زين فطرع على بالي أن نترك لا ندخل فيها ونغير الحمد لله رب العالمين يعني لما سلمت الشرطة كان أول استراتيجي لي أني أمر على كل الشرطة في كل مراكز الشرطة ألغي محاضرة في فن معاملة الناس ومعاملة الجمهور وكيف يجب أن تعامل للأوادن هذا أنت استلمت القيادة في 1980 1980 وانت ذكرت أن الاعتراف بالخطأ فضيلة هل في مرة ارتكبت خطأ إداري أو تحس نفسك أخطأت في حق حد من الأفراد أو الضباط أنا أتكلم عن فريق عملك وندمت عليه ورجعت مثل ما أخطأ الإنجليزي في حقك ورجع وقال أنت صاح لا شوف يعني 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 يمكن مثلا يمكن لا ما تقول أنت عن شيء معين يعني ما تذكر موقف لا يعني شيء خطأ معين في عملي يمكن يمكن مثلا في تشكيل معين سويت شفت أنه ما أعطاني نتيجة قيرتها قيرت التشكيل هذا مثلا استبدأته يمكن مثلا وضعت مسؤول معين في مكان معين ما كان عند حسن ظن فيه هذا يحدث يعني مني أنا ومن غيري لكن يعني خطأ بالمعنى مثلا الفردي يعني شخص معين يعني شخص معين مثلا انت صار موقف بينه يعني يعني حيانا أقولك يعني حيانا مثلا تكون ثقتي في شخص طيبة وكذا وأعتقد فيه يعني أظن فيه ظن حسن ويخبط فيه يجوز هذا يعني يصير يصير نعم حدث فيه أكثر من مرة يعني في بعض الأشخاص سجل المكان طيب أنا طبعا يعني أعتمد على ماذا أنت تعتمد على سيرة الشخص لكن المستقبل ما تطمن إنساء شو يكون يعني شاكي يعني فيه ناس نصدمت منهم فيه ناس أحيانا يعني أنت يختلف طرح الإنسان من اليوم يكون مثلا مسؤول رقم ثنين لما تجيب في المركز إلى المركز رقم واحد يعني قد يغير في هذا في سلوك أو أو في تصرفاته أنت طول الوقت كنت تشوف هو الرجل الثاني لكن لما ياء الرجل الأول ما صرح للمهم هذا يجوز يسير بفارس انتهيت مسكت القيادة مسكت الأمن في دبي وفجأة الشيخ محمد راجد الله يحافظه يطول بعمر يعني ظهر بهذه الرؤية وفتح البلاد ويأت الناس من الشرق والغرب تضخم في عدد السكان مفاجئ في ظرف سنوات بسيطة في نفس الوقت في ظاهرة حقيقية مشهودة أنه في أمن واستتب في شعور بالأمن عام عند الناس المقيمين والمواطنين الواحد يمشي في الشارع يحس بالأمان شوف الإمارات كلها سهلت حركة الانتقال من وإلى الدولة في كل يعني الدولة لكن كيف حفظت على الأمن سنفس اللحظة أولا إحنا قررنا منذ زمن بائد أن نهي ضباطنا بمستوى علمي رفيع المستوى وبالتالي يعني كشف الجريمة أنا يوم الأيام صرحت الجرائد ويمكن لو ترجع مثلا للغليجة والبيان القديمة وكذا بتشوف قلت لهم شرطة دبي لن أتركها إلا وتحرياتها في البحث وكشف الجريمة جديدة تعمل على كشف كل قموض لكل الجريمة تحققت الهدف يعني يكاد تكون عندنا اليوم الجريمة بين قوسين النون غير معروفة شيء يعني نادر نادر في أصعب أصعب جريمة وأصعب موقف أمني مرت فيه في الفترة هذه تذكر الموقف يعني فعلا مواقف مواقف يعني على سبيل المثال يعني مثلا لما وقعت جريمة وافي أي هذه المهم في هذه الجريمة وقعت كان في يعني عندي يوم الثاني زواج ابني فارس فبس ياسا عدل عدل يستقبل الناس يعني اليوم صارت جريمة المساء في الليل اليوم الثاني بالضبط العرس العرس وهذه تبقي واحد يروح يقعد في القيادة ويتابع سير القضية فكان المباركين لابني يوم يوني باركون لي وجنبي فارس يقول لي مبروك زواج فارس الله يعينك على فكان شيء فيه يعني شيء من من الإحراج أذكر من ضمن الضيوف اللي دعيتم لزواج ابني ضباط من الخليج وما بقول هاي الدولة الخليجية لكن يعني من كبار في أجزة أمن دولة وقالوا لي بو فارس وأنا أوصلهم إلى بعد الاحتفال أوديهم إلى الفندق أوصلهم للفندق في الطريق يقولوا لي بو فارس هذه قضية صعبة صارت عندنا قبل في هاي الدولة اللي هم منها مرت فين وما حد كشفهم يقترغون يجون يقتحمون المحل بسيارة فقتله أذكر قتله باتيك الأخبار طيب إن شاء الله وصار وصار بس هم العصابة كشفتهم بعد ما خرجوا من الدولة استدعناهم ويابوهم ألقي القبض عليهم وسجنوا في 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 هاي عندنا موجودين شوف هم شو كان يسوون يعني شو شوف أنهم نعم اسلوبهم أنهم يسرقون هاي العصابة نعم ما قل وزنه وزاد ثمنه وقال ثمنه وقال ثمنه اثنين يخبون لما الشرطة مستنفرة مم قوتها ويخلون الأمور راكدة ياخذون ويحافظون في مكان معين نعم يوم تهدى الأحوال عندهم طريقتين أما يحملون في سيارة حطون في سيارة يشترون سيارة مثلا صارون ويسفرون سيارة بطريقة أنك لو يبتل الجهاز الكشف ما يكشف الأشعة ما يكشف أو يجبون بنات ملكات الجماعة تقريبا أحسين واحدة تلبس غيراط واحدة تلبس خاتم واحدة تلبس سلسلة ويطلعون ما حد نوعبس فتاة جميلة مثلا يشوف في إذنها شو مركبة صحيح أو اللي في صدرها شو موجود يعني شيء محرج فيطلعون بها الطريقة واحدة مع مرافق ويها دائما يكون ويخرجون بالذهب هذا الملبوس ومثل ما يقول أخواننا المصريين فص ملح وذاب وذاب خلاص سمتي يطلعون حجم المصروقات تذكرة كم كان؟ حجم المصروقات اللي كانت في الوافي 2007 المحل قال قيمتها حوالي 51 مليون 51 مليون درهم ايه والله رقم لكن لما اكتشفناها وحصلنا عليها كان قيمتها في الفواتير 14 مليون تقريبا وتسعمية تقول خمسة عشر مليون فانا سألت صاحب المحل اللي قلت له بهذا يعني الخمسة عشر مليون سوونا خمسين قال ضاحي هاي اذا ما نبيع بهذا السعر انت شوف سعر الشراء بس سعر بيع مختلف محسوب عليه كل التكاليف يعني يعني انت لما تاخد مثلا العقد ولازم تفكر النسوان يفكرون شذي يسمعنا مني هاي نصيح انت لما تاخد عقد الماس يعني هذا ما حتوط عليه السعر تقريبا ثلاث مرات ونص على سعر تبقي خدم ما تبقي خلاص بفارس اليوم لمرات عنده السياسات خارجية وعندها اعداء مثل ما هو معروف وعندها قائمة ارهاب يعني في جماعات على قائمة الهراب المراتية وحتى الخليجية القائمة المشتركة انت كرجل الامن ما تخافون من الجماعات الارهابية هذه المصنفة انه يقومون باي تهديد ارهاب يعني ما صادفت لحظة محاولة تهريب اسلحة متفجرات او مفخخات في تبي صار يعني فيه ولبق يعني فيه بعض التنظيمات ضبطة عندهم ولبق شف يعني في هاي المقابلة عن شي لكن اقدر اقول لك ان اناك يعني قضيتين كبار في امن الدولة انا باقول لك ثلاث حتى ثلاث قضايا ثلاث قضايا كبار في امن الدولة وللله ولله الحمد اقول يعني ان كانت مصادره اللي كشفت كان فيه اسلحة او متفجرات اسلحة او متفجرات ودشت الامارات دخلت حبر تدخل تدخل دخلت وضبطوهم قبل اجراء قبل كل شي كيف كيف عرفت كيف عرفت وين مصادرك شوف لما تكون لك علاقة طيبة مع الناس لما تكون سمعك زينة مع الناس لما الناس يحبون يعطون المعلومة الصحة شاك لما انت تعامل المصدر ايضا المعاملة طيبة يثق فيك ان يعني ما بيودي المعلومة هاي و يمكن مثلا ما يتكافى عليها لازم لازم تحص انا هذا يقول الان لاخواتنا ضباط يعني مصرك بيعطيك معلومة لكن في المقابلة عليك انك انت تكون بجنبه بتدعمه تعطي حق من المعلومة تكون كريم تتعاونون مع اجهزة استخباراتية و شركات خاصة تقدم خدمات استخباراتية شركات في شركات امنية لا تتعامل حكوم لا 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 ابدا لا ابدا مواطن او عربي اه من المقيمين يكون مصر معلوماتي كم عدد المخبرين في الإمارات في دبي تقريبا لا يعني ما كان عندك يعني كثير انا انا ما اتعامل شوف هو مش في الكم في النوع لانه ممكن واحد إلى فغل القضية أحذر كل ضابط في مجال البحث للجناة لا تكون لعبة في يدي المخبر يقص عليك يضحك عليك يورط لك شيء من لعبته هو عليك أن تتأكد بأن هذا الفعل مبهو قاعد يلعب فيه ومن لطق يدي فيه لا أنه فعلا نمى إلى علم خبر أو يطلع على شيء وجاب لك بس أما فيه إذا ما تنتبه فيه ممكن تضيعونك في الذكاء الاصطناعي يحيث ندخل في كل شيء تقريبا استفدتم من شرطة ذبي فيه أشياء الذكاء الاصطناعي نعم موجود كيف استفدتم منها فيه أشياء مشاريع محددة يعني اليوم مثلا في التعرف على الوجو على طول من الكاميرات يقول لك هذا من نعم يعني ممكن أنا ماشي تظهر الكاميرا هذا فلان الفلاني وهذا رقم هويت موجود موجودها وموجودة الكاميرات في دبي منتشرة مو في دبي في الدولة في الدولة كلها شوف أبقى أقولك شيء احنا الأمن في دبي محلي شرطة محلية لكن شوف لما تعين الشيخ سيف وزير داخلية نعم اتصل فيه شيخ محمد قال لي بفارس لبيك أطول العمر قال أريد تتعاون مع الشيخ سيف تعاون كبير شو معناته شوف في أنك أنت تكون عندك محلية العبر أنه عندك وطنية شاكي قد تكون محلي وما تكون وطني لازم تكون قد تكون اتحادي ومعندك وطني قد تكون فيه أجسد اتحادي لكن المو عندك وطني وقد تكون فيه دائرة محلية وعندك وطني أقوى عنه وبالتالي الشيخ محمد اللي ما تصل فيه قال لي بفارس يعني أريد تكون متعاون إلى أبعد الحدود مع الشيخ سيف نحن يعلموننا شيء أخرى يعني من الشيخ راشد إلى الشيخ مكتوم إلى الشيخ محمد يعلموننا يا أخي شيء مبدأ بأن مثل ما قال الشيخ محمد أن الاتحاد يعلو ولا يعل عليه هذه قاعدة فبالتالي أنت حلما تكلمني عن أمن دبي أنا متحسس أتحسس من هالكلم لابد أن أتكلم عن أمن الدولة في موقف ما تنسى مع الشيخ محمد برغاشد كل ما قالها لك اختلفته في رأيي في مرة اختلفته في مرة يعني قال لك شيء قلت لا يطويل عمر الشيخ محمد مدرسة حقيقة يعني مدرسة يمكن شيء أقل من ما يعني ينبقي أن أقول جامع أستاذ كبير الشيخ محمد فيه معلم كبير حقيقة ما يعطيك من يعني توجهات في مرة فاجأك لا يعني شوف سبيل المثال أنا سألته قبل قبل فترة ممكن قبل حوالي ممكن ستة شهور محد الصدفة تكلموا ذكرته أن أنا يوم يعني عينت قائد شرطة كان عمل 29 سنة بس هم مرتين وأنا عنده في مكتب وزارة الدفاع أجون طيوف عندي سلمون عليه يعرفهم علي يقول لهم أنا كنت عقيد العقيدة حق الفان أصخر قائد شرطة في العالم مرتين قال أنا كنت شوية أحس بحرج أصغر سنة يعني قصد أصغر سنة نعم فأنا يعني قلت الشيخ محمد يعني ليش يقول لك الضيوف جذي وقال مرتين وتوقف بس أنا كم فشرت حقيقة يعني حتى خبرت فيها قبل كم شهر ستة شهور قلت العمل أنا فشرت على أن هاي ضاحح ترى أنت صغير في السن ونعطينك مسؤولية كبيرة انتبه على بالك لا تنجرف لا تنساق لا تسوي كذا مهمت عليه يعني يعني أعطيتك ثقة كبيرة وأنت رجل في عمر شغير أنا هذا خدت خدت بهاي نية طيبة فلما سألته قبل ستة شهور يعني أنا خدت أشتيك لا والله ضاحح أنا ما كنت أقصد هذا قلت قال والله اللي ثقة فيك كان يقصد ثقة كانت في الثقة يقول كنت أقول يعني وأنا واثق وأنا كنت صغير وتقوم بالمهمة كما ينفقي شوف يعني التوجيه بعطيك مثلا وأنا تشت قلثها عن هذا مثلا يعني أحيانا أن الشيخ يتكلم يرمس واحد ثاني ما يقصد بس إياك يعني وأسمعي يا جارة مثل ما يقول يعني بيت الشعرة أنت لازم تاخد درس الشيخ بيكلمك عن تصرف عجبة مثلا من دورية أو شاف شيء اعلم تماما أن يريد أن يكون سلوب الشرطة رطيه مع النحس خذ هذه الإشارة هو نفس الشيخ إن اللبيبة بالإشارة يفهم يفهم هو الشيخ محمد الله يحافظ سؤال يعني واحدة لا يعرف يعني أنت رجل لتعامل معه من سنوات طويلة يعني عمر عصبي يعني حازم لا أبدا شوف إذا هادثة معينة وضعك في حرج أكثر مني يعني يهدي عصابك الشيخ محمد ما يرويك أنه يعني منفعل طبعا شيء مثلا إذا صال جريمة يعني يعني هو من مرتاح أكيد بس والله ما تشوف هذا عنده تكون عنده ثقة فيك يقول لك أنا أثق في كم وبي يحفز هذا رجل لماذا أقول لك مدرسة لأنه إذا مسؤولك ترا كان يعني بعد يعني فيه شيء من الإطراب أنت تخربط صحيح يجيدي يعني قيم بالله صحيح محمد كلما اشتدت الأزمة ترا أكثر ثباثا الله بفرص أنا هذي الآن من الأشياء التي اكتبها في مذكراتي التي قاعد أقيمها يمكن قبل كم يوم يأتي أكتب هالكلام كلما يعني اشتدت الأزمة الشيخ محمد يشعرك بأن المسألة أندر كنترول وتحت السيطرة وستتم يعني المسألة بكل نجاح من مذكراتك التي كتبتها تؤرخ لنفسك يعني بفرص هل ذكرت أنك كنت يوم لأيام قومي في فترة من فترات حياتك أنت كنت قومي قومي يعني تأثرتي بشكل حقيقي لا من ما تأثر بالقومي حتى محمد براه حتى شغل محمد نعم يعني اليوم انتماءنا لعروبتنا لأمتنا كل حد كلنا كمسؤولين نعتز بانتماء للأمة العربية هنا ما يتعرض ما يتعرض هذا الشيء أصلا أبدا مع الروح النزع الوطنية نفس أبدا شوف يعني الانتماء للعروبة لا يعني أني أنا مثلا قد أكون مثلا بأفكار قايد معين أتأثر نعم يعني يمكن تكون وجهة معينة ولكن ليس بضرورة أن أكون أنا متفق معه في كل يعني ما يقول إطلاقا دخلت عالم تويتر X في 2011 في فترة الأزمة اللي يعرف بالربيع العربي وكنت واضح أن كنت تهاجم تنظيم الإخوان المسلمين يعني كنت واضح لغة العداوة في الفترة الحرجية يعني من التاريخ العربي بس الإخوان المسلمين بفارس كانوا موجودين بشكل علني في الإمارات طوال سنوات طويلة أنت تعرف هذا الشيء أنت في دبي متى بدأت العداوة أصلا متى شعرتوا في دبي أو في الإمارات أن الجماعة هذين المبسيدة مبصح ولازم نحن نواجههم شوف أنت لازم تعرف أني أنا ضابط شرطة عادل وفي أجهزة أمن دولة أنا يوم من الأيام كنت أفتش في جهاز أمن الدولة في دبي وشف التقرير عن هالجماعة فقلت حق المسؤول قلت يوم عندك هالتقارير ليش ما تقدم من حاكمه قالهم اجتمعون وتكلمون هذا كلام بس طيب هاي هاي جريمة هاي التآمر جي قتله قتله أنت تعرف التآمر شو تعريف القانوني إذا ارتقت إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة بس يعني اتفاق ما نفذه بعدهم اتفاق إذا اتفقوا أنه مثلا بيسرقون ولا سرقوا بعدهم ولا بدأوا ولا شرعوا بس اتفاق هذا يعاقب عليها القانون ما بالك بمجموعة كذا شخص وما ما تحرك يعني كان عقب يمكن سبع ثمان سنوات صارت المشكلة هذه الربيع العربي وللأمانة أنا ما كنت أدخل في تويتر وجيت إلى مسؤول في جهاز من الدولة محلي مستعد وقلت له اعمل فريق إلكتروني يرد عليهم من خلال تويتر ويفند أكاذيبهم على الناشر أنت والحساب ثاني يعني لا أي حساب يعني كفريق كفريق يعني خليه يقول مثلا كشف الحق شمونه أو حساب قال ما في داعي أخضاحي قلت كيف ما في داعي هذه جماعة قاعدين يشاهرون يعني قاعدين يكثمون على العالم يلفقون أشياء مبصيرة يعني يتهمون التهمات باطلة ف قال أنا أنا من مقتنح على رحك فرحت أنا فتحت حساب لو حطيته باسم غير اسمي ما بيكون الناس واتباتي ما بتأثرون ايه ولا بتتعامل معه شو هم يشوون طالع منك هم يهاجمون رئيس الدولة نائب رئيس الدولة القيادات في تنظيم الأخوان درب وعلم وألقيت عليها محاضرات في مركز ما كيف يشوهون صور الحكام كيف يصوتون أنظمة الحكم بدون استخدام القوة شاه كيف انما بالتشهير وبالكلام والتلفيق يعني مثلا اذا صارت مظاهرات ويمكن اصيب واحد يحطون يمكن عشرين تابوت على أن هم هذين قاتلوا ويشيلونهم والتوابط هاي خالية ويجولون فيهم في الساحات على أن هذين قتلوا هذا اللي يستخدمون في بعض الدول العربية هذا الشيء حصل يعني وإثارة يعني يستخدمون الكذب والتضليل في إثارة الناس المهم أنا ما الذي جعلني أواجههم قلت نحن نكافح الجريمة الجنائية هذه جريمة أمن دولة هؤلاء يثيرون فتنة ويتكلمون على يعني رموزنا يعني من الأخوانة تابعة في الحساب يشهر برئيشة الدولة الله يرحمها شيخ خليفة ويسوي مغارنات بين وبين قادة بعض الدول اللي هم يسمونها السبدادية أو شيء وكذا على اعتبار دولة مستبدة دولة مستبدة ورئاسة مستبدة قريت لحوالي تقريبا من فوق 30 تغريدة كلها بهذا الشكل قررت أن ألقي القبض عليه هو كان في الإمارات ويسوي هذا الشيء في دبي هو يسوي طبعا هو هو يسوي لا هو لما يغرد لما يغرد التغريدة نطاق تابعة يطلع واحد مثلا في تونس أخوانجي أيوة يدعمه يطلع واحد في تركيا أخواني يدعمه يطلع واحد في اليمن فشفت شبكة كبيرة من الأخوانجي حوله على تواصل يساند يساندون تغريدته فعرقت أنه يعني تنظيمنا هذا اللي هنا قاعد يش يشتغل على ما سواه كبير يواصل فقررت لقاء القبض عليه قلت أن هذا الرجل بقدمه بإثارة الفتنة هذا التهجمات على رئيس الدولة والله لن أسمح له قالوا أنت ضابط شرطة عادي وفيه جهاز أمن دولة قلت لن شوفه فيه جريمة أمن الدولة ليس بالضرورة أن يكون المحرك لها ضابط أمن دولة قد يكون ضابط الشرطة العادي من حق أنه يحرك للدعوة وأنا بقدمه قالوا أنتوا الآن تسألون رجل وأنا ملازم كنت أعلم قانون العقوبات أنا عارف قانون العقوبات بحول القضية للنايب المحلي بحولها على النايب الاتحادي بس وإذا كانت دعواي غير صحيحة سترد بيقول عليه ما عندي ما عندي دليل ما في دليل يعني يدعم دعوا شيء طبيعي هذا شخص وصيت عليه مدير تحريات هنا في شرطة دبي على أنه لما يدخل إمارة دبي يلقوا عليه القابل تأخر ما وكان بره بره دبي لا كان في إمارته بس بقينا نزخها هنا ما ما جاء فعندي مدير تحريات قدم طلب إلى عصام الحميدان النايب العام في دبي أن هذا مرفوع عليه دعوة من قائد عام الشرطة في دبي الفريق باحي والدعوة هذه إثارة الفتن وهذه تغريدات شوف شوف قال التغريدات يعاقب عليها القارون نعم صح سونا أمر سوى أمر إلى نيابة في الإمارة المختلفة اللي فيها هذا المواطن النيابة هناك شافت قال صح الطلب صحية ألقي عليه القبض فتشو حصلوا عنده سلاح غير مرخص المهم ما سلموا تمين حوالي خمس أيام تصل في نائب قائل الشرطة هناك في هذه الإمارة وقال بفارس يعني شو تبقي الرجل وكذا قلت لي أبقي أكد لك شي واحد ولازم توصل هذا لأعلى مستوى أنا والله لن أمس حتى بريشه أنا بسألة فقط بخذ يفات وبحول إلى النائب العام في دبي بس لحد يعتقد أني أنا أمارس أي ممارسات خلافا للقانون لن لن استخدم أي أسلوب قهري ولا شيء ولا كذا تقو تماما أنا رجل خايف الله سبح الله وتعالى ما يمكن أنني أمدي لي شيء أو أعمل خطأ فيه يعني شيء سلوب تعسفي تعسفي أو غير أي شيء مسهوح فيه قانونا يا أبو أسلم حولنا إلى النايب العام في دبي حول النايب العام إلى النايب العام الاتحادي قال القضية صح ولهذا هذه القضية ما الأخوان بدت من هنا بدت من القاء القبض على أول واحد بدعوة مقامة مني هنا صار موضوع قضية دولة بعدين يعني تكشفت تكشفت الغضايا الأخرى وما أبقى أقول تفاصيل أخرى كيف صارت يعني هذه بعدين كانت رحلة جهاز أمن الدولة في ملاحقات الباقين لكن تحريك الدعوة كانت تحريك مني أنا كرجل أمن أنا شيء واحد بقولك واحد يعني كل ما يمكن أن يهدد أمن القومي والوطني والداخلي سواء كان هذا يعني في جريمة تتبع من دولة إذا نمى إلى علمي خبر عنها وما تحركها أنا أحد حرك ما في تحرك إذا ما يحركني ضميري الوطني الانضباطي ما يمكن تترك أشخاص فالتين قاعدين مثلا يعني يتهجمون على رمز الدولة وتخليه طيب بفارس غير موضوع تنظيم الهواني السلمين أنت تعبر عن أراء سياسية أحيانا يعني في ناس وجد نظرهم أنها تحرج حتى حكومة دولة لقاء في مؤتمر أمني كان في البحرين وعبرت عن رأيي أن أمريكا ليست صديق موثوق أو شيء بهذا المعنى لدرجة أن السفير الأمريكي شلق ورقة وطلع من المكان إذا تذكر أنا أذكر هذا موجود على اليوتيوب لا لكن صادق أو لا لا أصادق لا والله شوف نحن أحيانا العرب يعني الأمريكان يمتقدون السياسة الأمريكية أكثر نحن أحيانا إذا واحد مثلا ينتقد سياسة بلد يعني اليوم مثلا اليهود اللي ينتقدون نثنياهو كذرش على الرأس نعم صحيح نعم فيعني بس قصدهنيك يا حكومة ما يقولك بفارس يا خلو خفيت لما 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 تكون الإنسان صادق أنت تقول أنا قد شوف أنت حيانا تقول رأيك قد تكون مصيب وقد تكون مخطيب بس قصده بفارس أحيانا لما تعبر عن آرائك السياسية في تويتر ما يكتصال من الشيوخ أو من حد من أعضاء الحكومة يقول لك بفارس لو تمسح التغليد لو ما قلتش لا والله أحيانا يعني شوف خلال فترة يعني كثير لمرة يعني كان يجيني وكنت يعني أبرر أنا أنا شاكر ومقدر رحابة صدر الشيوخنا أنهم أحيانا تبريري يجدون منطقي شوف أنا يعني رغم أن هذا موقعي الشخصي المشكلة الآن ترام رئيس رئيس أمريكا له موقع رسمي لما كان رئيس دولة وله موقع خاص يا أخي الموقع الخاص يعني أنا أرجو أن الناس تفهم ترام ترام الموقع الخاص ما لا يدخل فيه الموقف أنا عندي موقع رسمي في لابس فيه دريس ما أقرد فيه أي تقريدات هذه فأنت ما يمكن تكون مالك خصوصي أو مالك رأي شخصي مشكلة طوال حياتك أنت عسكري عد ما يقدرون الناس يفصلون بين الشخصيتين بين العسكري لا لا الناس يعرفون يعرفون الحق أن الإنسان لا حق أن يكون ليه خصوصي في رأيه يعني في هذا الجانب أنا ما أشوف يقلق شو اللي يخوفك أكثر شي تخاف منه شي تخاف منه شو اللي يخوفك متأخم مرة خفت يعني أنت رجل أمن أنت تخوف ما تخاف العاد لكن شو اللي يخوف ضحي خلفهم شوف يعني الخوف معنا الخوف أنت إذا ما يكون عندك خوف ما يكون عندك عرص يعني اليوم أنا مثلا أتخوف أن شبابنا لا قدر الله مثلا من الهموم يعني الدور ربالي يعني ما يكون عندهم هذا الولى مثلا اللي عند آباه مع مرور الوقت مع الحداثة مع هذا الخلل الذي صاير في وسائل التواصل الاجتماعي قل التواصل اليوم سبحون لي يعني اليوم مثلا نحن كنا خمس مرات نجلس في مجلس الشيخ راشد في اليوم ما لم ست مرات في اليوم هي ميرس مفتوح الناس لي مواطن اليوم الآن تقلصت هذه المجالس أنا أخاف أن يكون لها تأثير في عدم الولاة في المستقبل لقدر الله تجاه الكامل شو السؤال لمن سألت اليوم والله ما خطر على بالك يعني ما بسألت سؤال مثلا ما سألت نيا لكن أعتقد أنت سألت عن سؤال مهم هذا اللي هو سؤالك هذا مهم أن من ماذا تخاف من ماذا تخاف أنا أخاف أن يعني ما نبقى على هذا التلاحم بين المواطنين والقيادة إذا إذا شابة بعيدة عن الناس الناس مع الفريق ضحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي شكرا لك إذا كان الله خير ما قصرت وسامحنا طولنا عليك الله يحفظك بارك الله فيك عشان محون أنتوا على لا أبد كان بدنا ناخذ وقت أطول بصراحة بس يقول لك الاجتماعات مشكور على وقتك الله يحفظك ترجمة نانسي قنقر